عفوا للمقاطعة معنا على التليفون أستاذ دكتور أرشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام دكتور أرشرف مساء أخير يا فن أهلا بك دكتور عمر أهلا وسائل كويس بالمساطفة سمعت جزء من الحديث وأولا برحب حضرتك شكرا هو بحقيقة أنا كنت رائح شركة المحلة الكبرى وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام اللي هي أنا مسؤول عنها وأنا كان درنامج الزيارة معلن من قبلها بتلات أيام أنا رايح أزور عمال المحلة الكبرى هم عمال مصر الشرفاء هم العمال اللي شايلين هذه الصدعة رايح ألطقي بيهم في المصرح ألف عامل زي ما قالوا ورايح ألفة المصانع وأدي دفع للعمال ده كان هدف الزيارة على هامش هذه الزيارة علمت بوجود مجموعة من الزملاء اللي عاديين والمحافظ قال لي أنهم مهزيني قبلهم وطبعا أنا مش مسؤول عن ملف السنعة بسطة عامة أنا مسؤول عن قطاع الأعمال العام ولكن أعدت وشفحت لهم وقلت لهم ارتفاع الأسعار وهي ارتفاع أسعار على شركات القطاع الأعمال العام والخاص زي تغير سعر العملة وزي ارتفاع أسعار الطاقة وزي ارتفاع أسعار القطن في البورصة العالمية من 63 سنت لـ 84 سنت ولكن أنا برنامج عفوا أنا فندم هل ده مغرر منطقي لرفع الأسعار على الناس دي؟ لا أنا مش بعلق على دي لأن هو الأسعار ارتفق عليه نحنا مكريفة الإنتاج أنا مش بعلق على دي رئيس الشركة يقدر يعلق كيف تنتاجه أنا بس زعلان قوي إن أنا رايح أقابل العمال فيتحول الموضوع لحاجة تاني أنا رايح أقابل العمال قطاع الأعمال العام أشرف على المصران اللي أنا مسؤول عنها واضطقيد بالمستثمرين مكنتش بهرب منهم بس أنا هدف الزيارة المعلن والله جدول معلن هو لقاء العمال زي ما قال الأخ الزمير ألف عامل كانوا موجودين اللفة في المصنع والتعرف على مشاكل العمال على هامش ذلك أعدت وقابلت المستثمرين كنت أتوقع يعني أن ألاقي أن الإخوة اللي محضرتك أنا أسمعت جزء من الحديث أن يقوله يعني هو جيه علشان يقابل العمال وقابلنا ودي حاجة واسة إنما أنا فجئت إن بيقول بيتهرب منهم والحقيقة ما كانش بكدوة للأعمال خالص اللي قال هو فيه معلومة هل صحيح أنه تم التعرض لأحد النواب تم الاعتداء على أحد نواب مجلس النواب لا أنا أنا جيت ولفيت في المصانع قريبت بعد كدوة من الأخ النائب إن أمن المصنع ما كانش عايز يدخله والشركة بتاعي بتحققها في الموضوعات بس ده لا الأمن الخاص بتاعي ولا أنا الفرص في الموضوع ده طيب دكتور هل فعلا كان وقد يكون كان مع سيادتك في هذه الجوية بعض المستثمرين كان الهدف أنا قد الواحدي ولابس كاجوة حتى ومعايا يعني تردد إن فيه بعض المستثمرين كانوا مع حضرتك وإن كان فيه توجه وليبيع بعض الأراضي هناك ليهم أو خصخصة بعض المصانع ليهم حاجة كويسة أنا رايح أقابل العمال وألف في المصنع وأنا كنت بمفردي ولو معايا ناسي وضيوفي أنا نسام بس ما كانش معايا حد الحقيقة أنا كنت بمفردي خالص وناشي بلبس كاجوة في المصنع بلطقي بأهلي اللي هم عمال مصنع المحلة الكبرى وقفت معهم في المدرج والحقيقة حصل الموقف كينجين أصلا طبيعي فإنم تقابل عمال تقابل متثمرين نحن لا نفرد في المصنع عادي خالص وليس عادي ولكن ننكره ليه إذا كنت قد رايح لو أحدي سيد الوزير أنا أريد أن أصل مع حد الك إلى حل هذه المشكلة هل هناك تصور عند حد الك لحل هذه المشكلة الآن؟ الحقيقة رئيس الشركة القبضة ممكن يخش معكم يقول لكم إنما أنا شرحت المعادلة السعرية وقلت أن أنا أريد أن نستعمل حد الك سيد الوزير أنا أقول لحضرتك نحن نشتري القطن مثل أي شركة بيشتروا القطن بالسعر اللي موجود به القطن ما لهمش أي تمييز بواحد نمرة اتنين إذا كان سعر الدولار في شهر مارس حصل تخفيض للعملة بحوالي 14% وبالتالي أي غزول مستوردة أي أقطاب مستوردة ارتفع سعرها 14% سعر القطن زي ما أقول لحضرتك زي حوالي 30% من 60 سنة حاجة 80 سنة متغيرت كتير بتأثر على التكلفة بس أنا نفسي حضرتك تشوف أن العمال يعني كان موقف جميل قوي أن السلام الجمهوري ما اشتغلش السماعات فالناس ما سكتفوش غنينا السلام الجمهوري كلنا بتاع مصر بصوت عالي وجميل بحاجة لسه عملت يعني تخفض فوداني ده كان جميل قوي لكن في حدا معي وأنا كنت الوحيد يعني إحنا بس بنحاول نوصل لذي اللي صعبان علي أعرف حضرتك أي لأن قعدت اليوم كله في جدوى الأعمال والتقيد بالسادة ضيوف وقعدنا مدة بعدها قلت لهم ونوريش حاجة خالص قبل قعد معاكم وملف سماعات الغاز ملف متشاركة في زراعة الوحيد وبزرة القطن وعية القطن في ترات غزول وأسعار الجمالك على الغزول وأسعار الغزول العالمية في عملية الإنتاج في بعض يا فنم برضو أقول سيادتك كان الملازل الأخير ليهم عايزين جاءوا ليك يا سيادة الوزير أنا الحقيقة الحاجة اللي عملتها النهاردة إن أنا قلت علشان نكسر الحلقة الأخيرة في اللي هي رفع الأسعار الغير مبررة اللي خرجع عن نطاق الشركة إن إحنا نقول للشركات أي مصنع صغير عايز نصف طن عايز طن يبعولوا على طول ما يبعوش لتاجة ياخد بكمية كبيرة وهو يبيع بعد كده بمكسب فرق في الأسعار فنكسر حلقة في الحلقات التسويق تقف في تكلفة الطن وأعتقد لو كلمتوا المسؤولين إنهما التنفذين رئيس الشركة بقبضة أو رئيس شركة المحلة إشرح حضراتكم المعادلة السعرية اللي مش نبيها ودي بتغطي تكلفة الخام يعني يا فندم ما فيش رجوع عن التسائل الحالي ما هي الخامة لو نزلت هننزل بيها ده دي ماركت يا فندم سعر ممكن يطلع سعر ممكن ينزل حسب سعر الخامة طب معاي الوزير هو المهندس عسن بلحة رئيس مجلس دار الجماعية للغاية ليه سؤال ستاك تفضل دواني حضر في خلال الست الشهور اللي فات أي سعر القطن ارتفع من 63 سنة للأربع فيعني في الفترة اللي جاية طب ما هينعكس تكلف الانتاج ولكن زي ما سأقول لحضرتك أنا مهتم بالملف ملف ده ملف واسع ومتشابك ولكن كان الزيارة لها جدول ومعلن ولكن أنا قلت بعد ما خلص هاعد زي ما هم عايزين وهو بصراحة يفاني بحنا عندنا مشاكل في الاستثمارة الأجنبية فمش عايزين كمان الاستثمارة مصري يهرب أو يقف لا لا ما ما نقدرش لازم نحافظ على الأقصاد القومي لازم نشغل المصانع بتاعتنا لازم كله يبقى شغال بما يغطي تكلفته طب وفيه سؤال بس من المهندس حسب اتفضل اتفضل انا ليه سؤال معال الوزير حضرتك بتقول ان اسعار القط في زيادة مستمرة او اسعار انا بقول ده يسأل فيه رئيس الشركة التفضل لا حضرتك فيه في مخادن الشركة الخضة القطن المصري والقطن المصري طبعا ده مش مستورة وده كان بحوالي تسعو ميت جنيه وكان مخزون في مخادن الشركة الخضة الأخر فايه السبب في زيادة الاسعار رغم ان القطن مصري وما استوربنا هو ما نطبقش على الافتفاع الاسعار التاني حاجة يا فندم انت عندك شركات المجوء التاني ناخد رد اتفاضي يا سيد الوزير هو مش بيبيعه بسعر واحد يا فندم وحضرتك اعلى من هو في القطن اليوناني الغزول بتاعته لا سعر القطن المخلوط له سعر مش سعر واحد فاضل يا فندم انا بكلمة يا سيد الوزير على القطن المصري اللي هو ده كان موجود وموجود في مخادن الشركة القبة وده ما تمش استراضه ليه سيادتك الشركات رفعت سعره رغم انه كان مورض للشركة القبة بتسعمائة جنيه ممكن اخلي رئيس كي يقول حضرك الاسعار كان بالضبط مش حفظ الاسعار بس اعتقد ان هناك اسعار متعددة وليس سعر واحد الثاني للغزول واحد مختلفة بسهل واحد مصري غير يوناني غير الخلطة في موضوع تاني يا سيد الوزير ان عند حضرتك فيه شركات من شركات قطع الأعمال كانت مقفولة على تجار الغز يعني احنا كجمعية كنا نخش عاوزين نشتري كان بيترافع السعر علينا عشان يفضل التجار هي المهيمنة والمسيطرة على شركات الغز وهي المتحكمة كبتخش الشركة تدفع 2-3 مليون جنيه وتستولى على انتاج الشركة ولا مصانع بتقدر تاخد الانتاج ولا الجمعية اللي هي بتورد للمصانع بتقدر تاخد الانتاج حالين تفسير من سيادتك لهذا الموضوع خلاص ده انتهى ده انتهى وانت بتقول كانت خلاص ما اقول لحضرتك ده توجهات لهوة اولوية عن التجار القبار ولكن المصدع لازم ما يجيش كل يوم بقى ياخد نص 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 ما يتحواش الى تاجر تجزئة يعني على حسب انتاجاته اعتقد ان رئيس الشركة القبضة طلع القرار ده لنهاردة لجميع المصانع انها تلبي احتياجات صغار المصانع مش التجار القبار علشان نكسر الحلقة الاخرانية وانا ده توجه يعني كويش احنا هنحاول نجيب السيد الرئيسي الشريخ القبضة شكرا معي الوزير دكتور عشرف الشرق وزير قطاع العمائي العام والمرة الجاية لو رحت معي مستثمرين عدوا حضراتكم متقبلوهم لان مفيش حاجة بتبقى مستخبية خرص بس انا المرة اعتقد ان اقعد معكم الوحدة في الاوضة حوالي اربعين واحد حضراتكم وان قطاع واحد شكرا شكرا شكرا